والآن نصل إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية حول تطورات الحرب في قطاع غزة والبداية من Wall Street Journal التي نشرت تقريرا تحت عنوان كيف تمكنت إسرائيل من تنفيذ عملية استعادة المحتجزين شديدة الخطورة وذكرت الصحيفة أن قوات كوماندوز إسرائيلية شنت عملية مفاجئة لاستعادة أربعة محتجزين من حركة حماس في انصيرات بقطاع غزة موضحة أن هذا التكتيك كان محفوفا بالمخاطر لكنه كان يهدف إلى رفع معنويات إسرائيل في الحرب التي تحولت إلى مستنقع وجعلت إسرائيل تعيش عزلة دولية بشكل متزايد وقال الجيش الإسرائيلي أن الفرق الإسرائيلية تغلبت على مجموعة من المسلحين المتحصنين في مبنيين سكنيين وتعرضت الفرق لإطلاق النار أثناء مغادرتها المباني مما أدى إلى نشوب معركة في الشوارع قبل أن يقوم الجنود بإخراج المحتجزين الأربعة عبر مروحيات على الشاطئ وأثناء المغادرة أصيب ضابط إسرائيلي بجروح ووصفت الصحيفة بأن عملية الاقتحام كانت بمثابة يوم من أسوأ أيام الحرب على المدنيين الذين قالوا إنهم لا يعرفون ما يحدث مع تساقط القنابل نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تحت عنوان المخابرات الأمريكية ساعدت في استعادة المحتجزين الإسرائيليين وبحسب الصحيفة قدمت الولايات المتحدة بعض المعلومات الاستخباراتية التي ساعدت في استعادة أربعة محتجزين إسرائيليين وقال أشخاص مطلعين على الأمر إن فريقا أمريكيا متمركزا في إسرائيل قدم المعلومات على الرغم من أنها تبدو ثانوية بالنسبة للمعلومات الاستخباراتية التي جمعها الإسرائيليون قبل العملية وقال أحد الأشخاص لواشنطن بوست إن المساعدة الأمريكية تضمنت صورا جوية موضحا أن هذا الفريق الأمريكي الذي يتكون من أفراد العملية الخاصة والمخابرات المتمركزين في السفارة في القدس موجود في إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر ومنذ ذلك الحين تبادل الفريق المعلومات مع نظرائهم الإسرائيليين حول المواقع المحتملة للمحتجزين تم جمعها من مراقبة الطائرات من دون طيار الأمريكية فوق غزة واعتراض الاتصالات ومصادر أخرى وفقا للأشخاص المطلعين على الأمر نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا تحت عنوان لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار متوقفا على الرغم من دعوات بايدن وذكرت الصحيفة أنه بعد أكثر من أسبوع من دعوة الرئيس بايدن إلى لحظة حاسمة في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر بين إسرائيل وغزة وحث الجانبين وحث الجانبين على الموافقة بسرعة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة ليس هناك ما يشير إلى أن أي من الجانبين يسير في اتجاه تنفيذ اقتراحه وعلى الرغم من مناشدات بايدن الشخصية والعلنية وإرسال كبار مسؤولي الإدارة إلى المنطقة واستحداث قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحشد الحلفاء للحصول على الدعم لم تقترب إسرائيل ولا حماس من الاتفاق على الخطة المقترحة لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم وقالت الصحيفة إنه رغم الترحيب باستعادة إسرائيل الناجح لأربعة محتجزين إلا أنه قد يزيد من تعقيد جهود الإدارة ويعزز إصرار رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على تحقيق نصر عسكري كامل وإطلاق صراح جميع المحتجزين المتبقين لدى حماس قبل إسكات أسلحة إسرائيل ينضم إلينا من رماله هشام عبد الله الكاتب والباحث السياسي سيد هشام أهلا بك معنا في هذه الفقرة الصحفية دعنا نبدأ بالتعليق على أول عنوان ذكرناه من وول سريت جورنل كيف تمكنت إسرائيل من تنفيذ عملية استعادة المحتجزين الأربعة شديدة الخطورة نعم تحياتي لك أستاذ نبيل وأهلا بك وجميع المشاهدين الكارم الصحيح أن صحيفة مثل الوول ستريت جورنال تسأل هذا السؤال وأكثر من ذلك فإنها متفاجئة بتنفيذ هذه العملية ولكنها لم تتفاجأ ولم تغب عن المشهد إطلاقا عندما كانت تسرب بشكل يومي أخبار لصالح الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي في هذه الحرب المستمرة المتواصلة وأنا أقول ذلك لأن يريد أن أطرح من خلالكم أيضا سؤالا ردا على السؤال على الصحيفة نفسها لماذا لم تقل لنا صحيفة وول ستريت جورنال ومعها أيضا صحيفة واشنطن بوست ومختلف الصحف الأجنبية والأمريكية وحتى العربية من خلفها أو ورائها أو على جنبها لم ينشر أحد من هذه الصحف ولا رؤساء التحرير ولا الصحفيين لسؤال مهم جدا متعلق بهذه العملية وهو كان يجب أن يوجه للإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي بايدن الذي تمت هذه العملية وهو ينادي ويدعو إلى إقناع كما يقول كما قال إلى إقناع إسرائيل بقبول وقف إطلاق النظر ما هو السؤال؟ وكذلك إلى جميع الدول الأجنبية ما هو هذا السؤال؟ السؤال هو لماذا لا تقول لنا هذه الصحافة لماذا لم تسأل هذه الصحافة الرئيس الأمريكي بايدن كيف تمت هذه العملية وهي لم تكن لتتم دون علم الولايات المتحدة الأمريكية وكما يقول لنا الصحافة الآن والإعلام بمشاركة خلية أمريكية رابضة طبعا هناك جميع قوات أمريكية موجودة في المنطقة وشاركت في هذه العملية لماذا لم تسأل؟ السؤال أنا ما أريد أن أقوله السؤال يجب أن يوجه إلى الإدارة الأمريكية قبل أي طرف آخر السؤال يجب أن يوجه إلى الرئيس الأمريكي الذي كان يعمل بكل جهده ومعه الدول الغربية والدول العربية ودول العالم التي رحبت بهذه الاتفاقية هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحه الصحافة المهنية وهو أمر في الحقيقة سيد هشام كشفت عنه سيد هشام هذا السؤال ربما أجابت عنه صحيفة الواشنطن بوست هذا هو مقالها المخابرات الأمريكية ساعدت في استعادة المحتجزين الإسرائيليين وقالت بأن هذه الخرية التي أشرت إليها سيد هشام هي موجودة في إسرائيل منذ أول الحرب وتساعد إسرائيل على ما يبدو بتقديم المعلومات والاستشارات وما شابه لكن في اعتقادك هل كانت إسرائيل لتنفذ العملية وتستعيد المحتجزين الأربعة أحياء لوحدها من دون مساعدة أمريكية هل كانت تستطيع فعل ذلك لوحدها لا طبعا أستاذ نمير وهذا ما أرمي إليه وأقوله بالضبط إنه لسي يجب أن توجه إلى الإدارة الأمريكية الشكوك توجه إلى الإدارة الأمريكية الطعن يجب أن يوجه إلى مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول للعالم أنها تريد أن تصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب وهي في نفس الوقت في نفس الوقت الذي كان يتحدث فيه الرئيس الأمريكي إلى العالم كانت أجهزته ومؤسساته تعمل مع الجانب الإسرائيلي على تنفيذ خطة إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وكانت تعرف بحجم القوة التي استخدمت وهي يعني طبعا لا أحد يقول أنه دهش بكيفية قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة إن كان العدد مئة أو مئتين أو ثلاثة مئة لم يعد ذلك يهم أحد ليس فقط الملاد المتحدة الأمريكية وليس فقط إسرائيل ولكن كل الدول وهذا ما أريد أن أقوله وأوجهه للصحافة كصحفي وكزميل في هذه المهنة على هذه الصحف والواشنطن بوست والوورسيت جنار أن كانت يجب أن تطلع العالم أن توجه هذه الأسئلة القوية والقاسية الأسئلة الصحفية المهنية كانت يجب أن توجهها إلى سوليفن ووزير الدفاع الأمريكي وعلى رأسهم بايدن كيف كنت تعمل على إقناع العالم وإقناع الضغط على حركة حماس وعلى الفلسطينيين بقبول وقف إطلاق النار وتقول إن هذه مبادرة إسرائيلية وفي نفس الوقت أن تتعمل إلى جانب إسرائيل في الميدان لتنفيذ هذه الخطة التي ذهب ضحيتها أكثر من 250 فلسطيني عدى عن مئات الإصابات هذا ما أريد اللافت سيد هشام بأنه ليس فقط هذه الصحف الأمريكية أو حتى الإسرائيلية لا تذكر الضحايا الفلسطينيين من سقطوا شهداء جراء هذه العملية ليس فهذا فقط وإنما لا يذكرون أيضا عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية خلال تنفيذ العملية إسرائيل تتحدث فقط عن استعادة أربعة لكن أيضا يبدو بأن هناك محتجزين قتلوا خلال العملية هل يتم ذكر ذلك؟ لا طبعا لن يتم ذكر ذلك لأن أصلا إسرائيل ومعها أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية وأذهب إلى القول أنهم تجاوزوا أصلا مسألة الرهائن وإنما يتم استخدام مسألة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية كأسلوب وكأداء لمد عمر هذه الحرب وبالأساسي لإخفاء المقاصد الأساسية لو قارننا بين الخسائر التي أوقعتها المقاومة الفلسطينية بالجنود الإسرائيليين وبالجيش الإسرائيلي التي تجاوز ذلك قيمة وثمنا نردنا ذلك من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية عملية ومسألة الأسرة المختطفين والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية ولكن ما يجري هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الجيش الإسرائيلي وإسرائيل بكل مكوناتها وليس نتنياهو وحده واسموتريش وحده بل كل مكونات المجتمع الإسرائيلي السياسي والمدني وما إلى ذلك والعسكري والأمني كلهم يستخدمون ذلك لإطالة أمد هذه الحرب وعلى العالم أن ينتبه إلى ذلك بعد نضي ثمانية أشهر ونحن الآن دخلنا الشهر التاسع من هذه الحرب التي أودت بحياة حوالي أربعين ألف فلسطيني غير الجثث التي لا نعرف مكانها نعم على العالم أن يعي ذلك وبالتحديد كل من يتماهى مع الموقف الأمريكي الذي هو الموقف الأساسي في استمرار وفي مواصلة حرب الإبادة هذه المتواصلة على الفلسطينيين أرجو أن تبقى معنا سيد هشام نستكمل جولتنا ومن ثم نعود إليك في تعليق آخر هذه المرة نشرت صحيفة اليوروكا تايمز تقريرا تحت عنوان وزارة الصحة حذرت من أن آخر المستشفيات العاملة في غزة قد تخرج عن الخدمة قريبا وبحسب الصحيفة حذرت وزارة الصحة في غزة من أن المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في قطاع غزة قد تصبح خارج الخدمة تماما إذا لم يتم استبدال أو صيانة مولدات الديزل اللازمة لإبقاء الأضواء مضاءة وتشغيل المعدات الطبية المنقذة للحياة قريبا وقالت الوزارة إنها تتوقع تعطل عدد من المولدات المستشفيات قريبا لأن إسرائيل كجزء من حصارها للقطاع تمنع دخول قطع الغيار اللازمة وقالت الوزارة في بيان هذا يعني الموت المؤكدة للمرضى والجرحى والنهاية الكاملة للخدمة الصحية ووفق الصحيفة تعطل أحد المولدات الرئيسية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة مؤخرا مما ترك المنشأة الطبية تعمل بمولد واحد فقط وقد امتلأ هذا المستشفى بضحايا الغارات الإسرائيلية حيث تعرض وسط قطاع غزة لقصف متواصل بالأيام الأخيرة مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة عدد أكبر لعود إلى ضيفي من رمالة هشام عبدالله الكاتب والباحثة السياسي سيد هشام الأوضاع الإنسانية والطبية في تدهور شديد رغم أن الجميع بما فيها الولايات المتحدة شيد الذاك الرصيف العائم وهناك منشدات لإدخال كافة المساعدات اللازمة للقطاع وبالذات للقطاع الصحي ومع ذلك هذا هو مستشفى شهداء الأقصى المستشفى الكبير الوحيد الذي ما يزال صامد رغم كل إمكانياته المتهالكة وهو يعمل بمولد واحد مثل ما قالت إدارة المستشفى كيف يمكن تدارك هذه الأوضاع؟ ما الطريقة الصحيحة بدلا من إطلاق التصريحات والمنشدات الهلمية؟ يعني طبعا إذا استمر الأمر كما هو عليه وإذا استمرت الرؤية الأمريكية الإسرائيلية للفلسطينيين على أنهم مجموعة طارئة على هذه الأرض وبالتالي يمكن التعامل معهم بأي طريقة ممكنة كما يحدث في هذه الحرب المستمرة في غزة وكذلك بشكل أقل في الضفة الغربية فإننا سنبقى أمام نفس المشهد وللمناسبة هذا المشهد وهذا الحديث الذي يتردد ويتكرر مرة أخرى عن وقف المستشفيات وتوقفها عن العمل وتوقف الوقود هذه ليست المرة الأولى ولكن يا أستاذ دبيل أنت تدرك والجميع من يعملون في السياسة وفي الصحافة وفي الإعلام يدركون أن ذاكرة الناس قصيرة جدا ويكفي أن تردد لهم القصة أكثر من مرة حتى يعتقدوا أن هناك اهتمام بالذات السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية ومعها الغربية وبشكل كبير تماهي عربي وإسلامي مع ذلك يعرف ذلك تماما ويدرك ذلك تماما نحن مررنا بهذه المرحلة مرحلة المستشفيات والقصف وقصف المدارس وتعطل العمل في المستشفيات يعني عشرات المرات منذ بداية هذه الحرب كل ذلك يعني أمر واحد أساسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل لا تقيم أي شأن لحياة وكرامة الفلسطيني والعربي بشكل أساسي فبالتالي يمكن التعامل بهذا الأمر إلى ما لا نهاية أعرف بأنك مستأب بخصوص الأوضاع كلنا كذلك بالحقيقة لكن عندما تقول بأن هناك تماهي عربي ألا تعتقد بأن هذا فيه إشحاف نوعا ما؟ لا يا سيد الله أنا أقول ذلك بكل أريحية ولا أعبر عن ذلك عن استياء أنا لست في مقام يعني لأعبر فيه عن استياء الشخص أنا مطلوب مني أن كصحافي وكمهني هذه أمانة وأن أقول الحقيقة كما هي عليه ولا أوارب في قول الحقيقة وإن كان ذلك أولا يعني أقول ذلك عن الفلسطينيين وعن السلطة الفلسطينية وأعتقد وهناك يا سيدي قصور كبير على الجانب الفلسطيني بدءا من الفصائل والحركات ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والمجتمعات صحيح أن الفلسطينيين هم الذين يتعرضون لهذا القتل والذبح المباشر بصورة أكبر في كطاع غزة وفي الضفة الغربية ولكن هناك خواء سياسي فلسطيني إذا ما يحدث فبالتالي أنا لا 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 بالمرة لا أعبر عن استياء ولكن أدعي أنني أعبر عن الحقيقة التي يجب أن نترمسها جميعا شكرا جزيلا لكم من رمالله هشام عبدالله الكاتب والباح الماسي شكرا جزيلا لكم